السلام عليكم قال هيلل رزين الصهيوني يوم أمس منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية مسؤولة عن قتل آلاف اليهود والأطفال المسنين والنساء اليهود الأبرياء يعني وصل قلب الحقائق إلى اتهام الفلسطينيين اتهام منظمة التحرير بأنها هي التي اقترفت الهولوكوست اليهودي في فلسطين وليس العكس هو الصحيح كما يثبته التاريخ إن كان الأمر كذلك يا سيد رزين فلماذا كل بطاقات الـ VIP لرجال المنظمة ونسائهم وأولادهم ولماذا تسمحون لهم باجتياح شوارع ومتاجر وأسواق تل أبيب للتسويق إن كانوا إرهابيين ولماذا الجلوس معهم وإليهم على طاولات مستديرة والتنسيق أمنياً معهم إن كانوا إرهابيين ولماذا تقطعون من المقاصة معاشات الأسرى والجرح والشهداء والأيتام والأرامل وترفعون معاشات منظمة التحرير إن كان رجالها إرهابيين ولماذا تسلحون شرطة المنظمة وأمنها الوقاء حتى عرضتم عليهم هليكوبترات وتمنحونهم الحياة وأما شباب المخيمات فتسلبون سلاحهم وحياتهم ولماذا تقتلون رجال المنظمة في الخارج وتدللون رجال المنظمة في رام الله منظمة التحرير يا سيد رزين هي التي تمتلك الحق من القانون الدولي والإلهي أن تقاومكم أن تقاومكم أما أنتم فذئاب خاطفة بلباس حملان اقترفتم وتقترفون كل يوم جرائم ضد القانون الدولي والإنسانية والإنسان والدين ويبارك لكم الأبالس أمثالكم بفعل ذلك وبديمقراطيتكم المزعومة يباركون ويبكون معكم بدموع التماسيح على مأساة لم تعيشوها إلا في مخيلة الغزاة الطغاة الظالمين وتمرمرون الفلسطينيين في طرابها ونيرانها ودموع هذه البلاد اليوم أنت يا روزين تمتلك القوة وهي مكياج قبيح لوجوهكم وأفكاركم وتصرفاتكم وسياساتكم سيأتي الزمان ويرفع عنكم قناع الماكياج وحينئذ ستسرعون إلى مطار اللد تبحثون عن طائرات تنقلكم إلى أوطانكم وشعوبكم التي خرجتم منها خرجتم منها إلينا غزا بلا عودة والسلام عليكم